وينضم إلينا أمين بغداد أمين عام حزب بيارق الخير النائب محمد الخالدي سيدة محمد أهلا بك إلى نشرتنا هل لديكم قلق مما يعنيه إطلاق صاروخ الكاتيوش أمس ما هو طبيعة هذا القلق يعني توقيتا وحتى استهدافا نعم تحياتي لك ولي قناة الحر الكريمة الحقيقة العمل الأمس كان مدان من قبلنا ومن قبل أغلب الشعب العراقي لأن الأغلب الشعب العراقي لا يريد أن يصطف مع جهة خارجية وتكون لها دور في إشعال الحرب داخل العراق يعني نحن لا نريد أن يكون العراق ساحة للحرب المسألة ليست عند العراقين والعراقين ذاقوا الويلات من تدخلات دول الجوار لذلك فإن الآن القلق شديد جدا في العراق وأغلب العراقيين لا يرغبون ولا يقبلون بأي عمل آخر مثل هذا العمل الذي قام به ناس موالين إلى خارج العراق في ضرب السفارات الأمريكية أو المنطقة الخضراء أو المشاءات الحكومية نعم في تغريدته أستاذ محمد حذر السيد مقتد الصدر من مغبة جر العراق إلى أتون حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران خلال التغريد كان هناك تلميح إلى أنه يوجه كلامه أيضا لأطراف عراقية كما يبدو كيف تعلق؟ نعم الكل يعلم بأن هناك جهات غير عراقية بل هي عبارة عن مجاميع مسلحة تابعة إلى دول الجوار بالأخص تابعة إلى إيران هي التي تقوم بهذه الأعمال ونحن لا نقبل هذا الأمر ولا نرغب بهذا الشيء بل أن العراقيين يجب أن يكونوا يهتمون ببلدهم وكذلك نحن لا نسمح بتداكلات ولا نسمح أن نكون جزء من دول الخارج والعراق بلد له تاريخ كيف لا تسمحون أستاذ محمد؟ هل بالإمكان إضاء هذه النقطة؟ هناك من يقول آسف لمقاطعتك آسف جدا لمقاطعك يعني كيف لا تسمحون؟ وهناك من يقول بأن هناك جماعات عراقية مسلحة تتلقى توجيهاتها مباشرة من طهران وتتصرف وفقا لهذه التوجيهات كيف لا تسمحون بذلك؟ نعم هذه الجهات تعتبر نفسها فوق القانون ونحن ندعو سيد رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة أيضا لدينا كلام في مجلس النواب وكذلك كلام مع الجمهور العراقي بأننا لا نريد هؤلاء أن يتطوروا بحيث يتحولون العراق إلى عدل الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لديه اتفاقية استراتيجية اتفاقية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة ووقعت عام 2011 وهذه الاتفاقية سارية المفعول وهي اتفاقية تنظم عمل الولايات المتحدة مع العراق وهي من الاتفاقيات المهمة التي ممكن استفادة منها من قبل العراقيين وبناء الدولة العراقية الجديدة بالاعتماد على امكانات الولايات المتحدة نعم الحادث ليلة أمس يعني أثار شكوك بقدرة الحكومة العراقية على توفير الأمن على حماية البعثات الدبلوماسية على حماية مقار الشركات الأجنبية العاملة في العراق هل تتفق مع هذه الشكوك أم تعتقد أنها مبالغ فيها يعني أنا أتصور هؤلاء هذه المجامع هي لا ترقى إلى أن تستطيع أن تسيطر أو تخرج عن سيطرة القوات الأمنية العراقية القوات الأمنية العراقية هي قوات جيدة وأداءها جيد وقامت بكثير من الأعمال وتلقت تدريبات كثيرة وأيضا الحكومة قادرة على كبح جماعة هؤلاء وهم معروفين يعني ممكن للحكومة أن تقف هذا الأمر وهذا الأمر مسيء مسيء أولا لسمعة العراق أثنين يعني شنو اللي راح يصير شنو اللي راح يصير هي خلق بلبلة وخلق فوضى وأيضا جرى العراق إلى صراع هو بغنى عنا يعني شنو اللي يكون نفع للبلد إذا كان هناك ضرب صواريخ أو اعتداء على سفارة واعتداء على منشآت دولة أو دول أخرى في المنطقة نحن نريد أن نبني العراق من جديد من خلال علاقاتنا الطيبة مع الولايات المتحدة مع دول أخرى في سبيل الكوارث التي هي موجودة في محافظات نحن نكفي حروب من 1980 إلى حد الآن أنا أتصور أن أغلب العراقيين لا يسمحون بالنشوء حرب بين العراق أو اعتداء على الولايات المتحدة من بغداد النائب محمد الخالدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك